السلام عليكم ورحبكم معي من جديد اليوم نقدم لكم فطيرة الملوك أو لغة للضغوة سوف نرى بجميع الأسرار كيف تجينا مورقة من الداخل لا تجينا مع الجنا وكذلك سوف نرى طريقة تحضير كريمة سوف تكون مليئة قبل مكسرة سوف نرى وصفة سهلة وديدة بلا منطول عليكم نرى طريقة تحضير سوف نضيف تحضير 315 غرام الأبيض سوف نضيف ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف 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 سوف نجمع المكونات بكأس عنب الماء 150 جرام الماء بالنسبة لما يكون في الحارة المطبخ أو المعادة من الصنبور كما قلت لكم نجمع العجينة في هذا الشكل غير نجمعها فقط بالنسبة لعجينة العجين المورق لا نجمعها غير نجمعها في بلاستيك ونجعلها ترتاح لا نجعلها ترتاح مدة طويلة سوف نجعلها تقريبا ربع ساعة بمن سرح الزبدة وهذه الزبدة التي سوف نورق بها العجينة سوف نستعمل أين أريده سوف نخدم بـ 150 جرام الزبدة سوف نرى الزبدة ولكنها في كل طريقة لك ترتاح في ربع الأول يجب العجينة ترتاح في الفيديو سوف نقوم بعمل ربع نجعل العجينة ترتاح يجب أن تخدموا الزبدة التي تكون خاصة بالطرق يجب أن تكون سهلة و لا تتمحن ثم نسرح الزبدة بفست بلاستيكا نعطيها الشكل المستطيل ثم نأخذ العجينة نعطي الزبدة جانبا ثم نأخذ العجينة و نسرحها حتى ثم نرى العجين ثم نرى العجين نرى العجين يجب أن أجد الزبدة لين نسرح العجينة كما أخذت لكم لا نرى العجينة تشاركت بالطالب الزبدة وثم نرى العجينة نحل العجينة قدر القطر الزبدة بالنسبة لي العجينة الموركة جميعا نجد توم كتبا فهو تنزل نحن نجد نصف كمية لذلك يجب أن تكون كمية جدد العجين الموركة سرح العجينة على حسب الزبدة سوف تحاولون العبار مقد نضيف الزبدة في الوسط نضيف طريفات العجينة قبل أن نضيف الزبدة نضيف الزبدة فوق العجينة بعد قبضها سوف نضيف الزبدة نضيف الزبدة سوف نضيف الزبدة لا تخسر أقدام العجينة چاين ت�을دي نضيف الزبتاء لتأكد بأن الطبقة للزبتاء سوف نفص العجينة من بعد أن نسرح العجينة بالطول نحاول نسرحها نعطيها بالطول بالنسبة لعرض نضيفها من بعد أن نسرحها بالطول سوف نضيفها على 4 قبل أن نضيفها على 4 نسحها جيدا أولا نأخذ شئ تليم نضيفها خفيفة لا تجد الفائق من بعد أن نسحها نضيفها من العجينة في هذه المسحة نضيفها عجينة على الأسفل نضيفها من الوصد و نرى العجينة نضيفها من العجينة نضيفها قليلا نضيفها نستخدم العجينة على نفس طريقة نضيفها على أول شئ مرحة أخرى يجب أن نبقى ونقوم بسرعة يجب أن نقوم بسرعة أقوم بسرعة الأخرى نضع جيدة نقوم بسحقها لتحرك لكي نقوم بسرعة بسرعة أخرى ننجل على الاطراف الوسط ونطويها على أربعة ونرشد دقيق نضع العجين للجهة الثانية وننصرح هذه هي اخر طوية ننطويها بنفس الطريقة هنا يجعلون سطاقات المضابلين يجعلون سطاقات المضابلين كل سطاقات المضابلين إذا كنتم تعملون بزبدة حيوانية كما قلت لكم كل سطاقات المضابلين يجعلون سطاقات المضابلين ندخل العجين لكم ترتاح أقل مدهي 30 دقيقة في الثلاجة لكي لا تخرجون الزبدة في الطرق لأن زبدة حيوانية لا يوجد زبدة التي تكون خاصة في الطرق الزبدة حيوانية صعبة الخدمة هنا يجعلون الثلاجة نضع العجين ونضعها في الثلاجة حتى اليوم الثاني ونضع الحشوة بالنسبة للحشوة لديها 100 جرام الوز لأخذت القشرة ونضع الفران ونضعه يتحمر ونضعه يجي ونضعها ونضع الحليب ونضعه 4 لطر الحليب ونضعه ونضعه معلقة للسقر هنا نضع الكريمة كريمة ثم نضع الكريمة الهز هنا ونضعه لأخذت معلقة ونضعه ونضعه معلقة وعندما نضرب الصفر البيض مع السقر حتى يتحلل الحبيبات بعد ذلك نضيفه من نشاون نضيفه من نشاون انا في هذا الفيديو خدمت معكم من نشاون نضيفه من نشاون نضيفه من نشاون حتى نتجمونا المكونات بما يغلاء الحليب نريد الحليب جدا في الغليم نضيفه على الخليط نضيفه من نشاون نضيفه الحليب ثم نضيفه ثم نعطي الخليط اترك به من الطريق ثم نضيفه فقعة خلال خوال خليط ثم نضيفه مضيفه سائل فاني يحتوي على مضيفه سوف نضع الكريمة من قصرنا و نضع الزبدة حيوانية و نضع الزبدة حيوانية و نضع الزبدة حيوانية احتاج ثلاث تلك كريمة المجان beğじゃない سوف نضع الزبدةittäكب مجتب الأخرى يม True زبدة حيوانية سكر Pودرا السكر سينظر ابسكرة تعمل الزبدة مع صغير يستحضر الزبدة ثم يتحمل الوز سوف نضحن القشرة بالنسبة للوز يتحمل جيدا حتى يتحمل من الداخل يجعل الوز يتحمل جيدا و يجعل المطاق طيبة يجعل الوز يكون بيض ثم نضيف سكاروز و زبدة نضيف بيضة كاملة و نضيف رشاة الملحة و نضيف رشاة الملحة و نضيفه نضيف تضيف المنزل و نضيف وجهة المنزل و نضيفه نصف الكميه و نضيف نضيفة الكريمة و نضيفه و دقمه بعد ان ي Macklin و نضيفه بين debut و نضيف هذا مع المتخمي نضيف الحل يcimento إطارة للقطر 18 سنتيم و إطارة الصغيرة لقطر 4.5 سنتيم نفرس بلاستيك كبلاستيك كمية المكسرات يحمر المكسرات يجب عليها حاجة اختيارية مثل كريمة يجب عليها و كمية المكسرات بلنا نضع كيمية المقصرات ملتحة اخرى سوف نضع كيمية المقصرات كما قلت لكم أن هذه الطريقة ترتاغي مع علاقات لنفعلها كبيرة سوف نغطيهم و سوف نجمدهم ضروري هذه الكريمة تجمد لكي ندخلها لنفران سوف نشرح لكم عليها كريمة تجمد بالنسبة للملاحظة من بعد ما كان ورق العجينة ضروري ندخلها للتلاجة من الأفضل أن تجعلها ترتاح كلما ترتاح و تجعلها بإذن ذلك و تقوم بإذن الذهاب من الجزء والعجينة فأنا أجد ان تصفح العجينة فعلنا أن تتحق السمك لا تركيها لرقيقة اسمها تكفح و تكون الحشوة قليلا اخترت الفرس سوف نقوم بتقليق العجين لا تقليقها كثيرا سوف نقوم بتقليقها حاولوا ان تقليقها قليلا لكي يبليكم الطرق لذلك العجين هنا من بعد ما تتجمد عندي الحشوة نحيدها و نزولها من السخل و سوف نقوم باقي المراحل كما اردت العجين التي قمت بتقليقها و كل طرف قمت بتقليقها تقطع العجين التي ورقنا تقسمها على جوج تقسمها على شقاطعة و يكون الناس في نفس الحجم ثم تصرحوهم هنا يدت لقطعة و لاحظة عليها الحشوة و من بعد نأخذ القطعة الثانية هنا ضروري انكم قمت بتقليقها قبل ان تنتقبها قد تركها قمت بتقليقها قمت بتقليقها قمت بتقليقها فوق الحشوة تقبها جيداً بشوكة تقبها جيداً بشوكة المهم أن تكون هذه العجينة من تحت سوف نقلبها من فوق سوف نقلبها تقبها جيداً نقوم بفوق العجينة الثانية قبل أن نقوم بفوق العجينة الثانية نقوم بفوق العجينة لنقوم بفوق العجينة نقوم بفوق عجينة قلت بفوق العجينة المل Passar يمكن أن أقصد إليها تقف المسف ومن بعد تضور العجينة بالنسبة للعجينة سوف أقصد فيديو سوف نقصد فيديو من بعد هذا الفيديو أقصد فيديو أقصد في ورقة ومن بعد تقلبها في طاوة الفران كما قلت لكم هذه البلاسة التي تقبناها تكون ملتحت ومن بعد تقلبها والعجينة التي تقبناها والعجينة التي تكون ملتحت ومن فوق نجعلها هنا نأخذ صفر البيضة التي نضعها معها وضعها معها وضعها معها وضعها مع الحليب وضعها للعجينة حاول أن الصفر البيض لا يبط على الجناب لأنه سوف يصد لكم التوراق ثم نضخلها للفريغو حتى نرى الطبقة حتى نضعها وضعها لأنه سوف يصد لديها ونضعها أخرى ونضعها أخرى من الصفر البيض ونضع الملتحة من الألوان ونضع الملتحة ونضع الملتحة ونضع الملتحة سوف نزيين من الوجه أخذت مستارة و نضع خطوط المقدم سوف نضع تقوب في الوجه سوف نضع تقوبات صغورين و لا يبينين لكي لا يخسر لكم المنظر من الزواق دمون راقمات الصغورين سوف نضع هذه الطريقة حتى أخذتها الصغورين سوف نضع لها سوف نضع البنج طريقة الطاهي مهمة لنجاح الوصفة لنجاح الوصفة طريقة الطاهي تجعل الفرن على 180 درجة حتى يسخل جيدا ثم تدخل الوصفة من بعد 35 دقيقة نقص العافية 107 درجة و نغطي الوجه لجهة العافية نحن كيفية القطاع التي تجعلها من الفوق هنا أريد أن يتحمر كل شيء من الجنب يعني نحن المتحمر من كل شيء من الجنب و قد نغطيها و نجعلها تضيب الطياب و نجعلها تضيب 20 دقائق و حتى يقوم بإخدام المرواحة و قد نجعلها من فرن فرن من الفوق و من تحت و نجعلها حتى تحمر هنا سوف نحضر القطاع التي وجدت معكم صغيرين نجمد الحشوة لكي تأخذ وقت طويل في الفران لأن العجين مورق يجب وقت لتنفخ نجمد الحشوة لكي تأخذ وقت طويل لكي تأخذ وقت طويل لكي تأخذ وقت طويل نتمنى يكون الشرح واضح بالنسبة لها القطاع الصغير نتنامعهم نفس طريقة نجمد حتى يجمد صفر نجمد طبقة ثانية و ندخلهم الفران لكي يكون مسخن من قبل 180 درجة نجمد نار من فوق و نجمد 35 دقيقة قريبا نجمد طيب و نجمد طيب حتى يتحمل من جناب هذا الشكل الذي ترى معيه نجمد طبقة هذا هو الشكل و نجمد طبقة و نجمد طبقة نجمد طبقة أتضغط تضغط و نجمد طبقة نتمنى تعجبكم الوصفة وصلنا إلى آخر الفيديو انا أكيد نجمد طبقة باللدطة و نجمد طبقة و هذا الفيديو نحن نضيفهم في تلاجة اما سنبطرهم اما سنبطرهم اما سنبطرهم ايضا سينبطرهم ايضا اتصادية نشارك معكم الوصفة في فيديو قصر نضيف سكر بودرة كون البلايس لقدروا سكر بودرة من الواسط و نضيفه من جنيبات و نضيفه لقطاع الصغورين و تقدمهم بصحة و رحم وصلنا الى اخر الفيديو و نتعجبكم الوصفة اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا